مرة جديدة وبصوت عال ينطق رئيس الحكومة الإسرائيلي بما يجل في نفسه استمرار بناء المستوطنات وعد انقطاعه الرجل لا يتوقف عن بناء دولته اليهودية حسب ما أوردت وكالة فرانس بريس هذه الوعود تأتي بعد تسع جولات من المفاوضات التي تخوضها السلطة الفلسطينية من خلال الوسيط الأمريكي جون كيري والتي طالب فيها الأخير الحكومة الإسرائيلية أن توقف الاستيطان بشأن هذه النقطة دعوني أؤكد بأن موقف الولايات المتحدة من الاستيطان لم يتغير وتعتبره الآن ودائما غير شرعي وأؤكد بشكل واضح على أن الفلسطينيين لم يوافقوا في أي وقت من الأوقات على العودة إلى طاولة المفاوضات في ظل استمرار عمليات الاستيطان باعتبار ذلك قبولا من جانبهم به فالفلسطينيون يعتبرون الاستيطان غير شرعي ونحن كذلك ولا يجب الربط بين الأمرين ومحلول العام 2013 بلغ عدد البؤر الاستيطانية الإسرائيلية 184 مستوطنة بالإضافة إلى 171 بؤرة استيطانية أسست لغايات توسع مستقبلي لمستوطنة قائمة أو تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة 26 موقعا تم الاستلاء عليها لأسباب غير معروفة إلا أنها أماكن مميزة جغرافيا أو مواقع خدماتية مثل خزانات مياه محطات وقود وغاز وفي مدينة القدس تم الاستلاء على 93 مبنى بشكل كلي أو جزئي بحجج أمنية وعسكرية الجرافات الإسرائيلية تدق الأراضي الفلسطينية دون توقف وفي الأوينة الأخيرة تغير الشكل الخارجي لبيوت هذه المستوطنات من بيوت بسيطة تتكون من طابق واحد إلى عدة طوابق إسمنتية لكل بيت فيما تبقى أنظار الفلسطينيين على أراضيهم دون تغير ترجمة نانسي قنقر